اشتركوا في القناة ان الحكومة وفقت على مد امتياز شركة قناة السويس لمدة 40 سنة وهو ما يعني مد احتلال مصر 40 سنة اخرى وبيتفقوا على الحجد للمظاهرات بنشوف نجيب نايم في بيته وبيصدر صوت شخير منه وبيظهر اخوه يوسف نايم وتوفيق بيذاكر ومنزعج من صوت شخير نجيب ثم تظهر امهم وبيدخل عليها توفيق بيشتكلها من صوت الشخير وبيحاولوا انهم يصحوا نجيب وتوفيق بيجيب مية يصبها على وش نجيب عشان يصحى ويدوم لما بيقوم نجيب بيمسك في خناق اخوه بسبب المية اللي كبها عليه في عز الشتاء فامهم بتضرب نجيب بالقلم بسبب انه ضرب توفيق قدامها بتقول له اخوك بيذاكر عاوزه يسقط علشان انت تشخر وانا بشخر من ايه مش من التعب والشقة طول النهار الصبح في العلام وطول النهار في الدكان واخر الليل لحد ما تكفي منام ويبدأ يلوم امه على انها مهتمة بتوفيق اكتر منهم باعتباره البكري عمرك سألتيني انت كلت ايه؟ عمرك قلت ابعت له لقمة سخنة زي اللي بتجهزيها لسي توفيق باشا حصلش ومش هيحصل مع ان اللي بيجيب تمن اللقمة العبد اللي اسمه نجيب عموما انا مش زعلان انا اللي حطيت نفسي في الموقف ده من زمان وبياخد كتبه بتقعد هي تبكي وبينلاقي سعاد بنت عمتهم بتواسي نجيب وبيخرج بيخرج نجيب في الشارع بالليل وبيقابل غفير المنطقة اللي اسمه عفيفي بيقعد مع الغفير ويتعرف عليه وبيعمله شاي وبيتعرفه على بعض وبيعرف ان عفيفي صيدي وبيظهر في الوقت ده عزيز عيد صديق نجيب وبيقعد معاهم يشرب شاي ويتكلموا ويقولوا انه بيتفرج كل يوم على الست مونيرة المهدية في الاسبكية وفي الابرة بيتفرج على الخواجات وبيعزم نجيب انه ياخدوا معاه علشان يتفرج وبيمشوا بتظهر سعاد بتتعمتهم وهي بتبكي وبتلم قدمها وبيدخل عليها يوسف وبتصحمه بتتفاجئ انه يوسف واقف مع سعاد وبتزعق له انه سايب مذاكرته واقف مع سعاد وبتطلمها على انها بوزت اخلاق العيام وبتخرج سعاد وبتسيب البيت ويوسف وامه امه بتطلمه انه بيبص على سعاد بالليل في المطبخ سعاد وهي ماشية في الشارع بالليل بيقابلها عساكر انجليز بيتحرشوا بيها ويوسف بيخرج يدور عليها وبيرجع نجيب بيغني بيقابل يوسف في الشارع وبيعرفوا ان سعاد ثابت البيت ومشت وان امهم طردتها بسبب خوف عليهم منها بنشوف سعاد وهي رايحة المقابر بتبكي وتشتكي عند قبر امها وبيروح لها نجيب ويوسف عند المقابر نجيب بيطيل بخاطرها ويرجعوها معاهم بيرجعوا البيت ونجيب بيلوم امه انها طردت سعاد وانهم المفروض يحفظوا عليها حسب وصية ابوه وبيقولهم انه فاكر ان ابوه لما جيه يشتري المزرعة باع بيت عمتهم وحط فلوسه في المزرعة وقال للمحامي ان سعاد شريكة في المزرعة بيرسمها وبيسأل امه انت مالك ومالك ظهر منها حاجة وحشة فبتقوله لأ انا خايف عليكم دي بنت وانتو رجالة دلوقتي وبتروح سعاد تحضر لهم العشا وبيقعدوا يتكلموا عن تحركاتها داخل البيت واعترد توفيق عليها ونجيب بيرد عليه بنشوف نجيب في محل البقالة وهو بيقطع الجبن الرومي وصاحب الدكانة بيقوله شوف المخبر ده عاوزك في ايه وبيخرج نجيب يقابل سطوحي وبيقوله استأذن وتعالى على قهوة الميدان وبيمشي سطوحي وبيخرج المعلم يسأل نجيب كان عاوزك في ايه المخبر فنجيب بيقوله كان بيسألني عنك وان عندك منشورات بيجري المعلم وهو بيقوله اقفل وهاتلي المفاتيح عن البيت نجيب راح يقابل المخبر فبيقوله احنا ضمناك لتنظيم سر اسمه الريات السود وبيعترد نجيب وبيسأله انت مخبر ولا ايه وهنضم الايه وهم قاعدين على القهوة في الميدان وهي كانت اسمها قهوة الميدان بيدخل عليهم واحد متنكر ويدوي للمخبر رسالة انهم يروحوا المكان بتاعهم بعد ساعة وهات الدندورما معاك بنشوف اجتماع الجماعة السرية وبيطلبوا من نجيب يعرف نفسه وبيقولهم ان سطوحي جابني هنا وقال لي ان دي منظمة الريات الحمر ويقعدوا يتناقشوا ان نجيب تطور وانه ما اتطورش وبقى عندوا وعي وما عندوش وعي وبنفهم من كلامهم ان لسه مش فاهم حاجة عن التنظيم وبيعترد نجيب على طريقة كلامهم عليه وبينتهي الاجتماع بيخرجوا وبيعترد نجيب عليهم وعلى انهم مرأبينه وبيقولوا انتوا ليه اخترتوني للتنظيم البزرميه ده وعلى القهوة المخبر واحد اعضاء التنظيم بيتكلموا عن نجيب وبيظهر عساكر الدورية بيشوفهم نجيب بيستخبى منهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة